عايزين نخرج قبل ما نخرج من خبر بتاع بيليه وطبعا خسارة كبيرة جدا لكرة القدم العالمية بس عايزين نقول حاجة كده طريفة ان فيه خبر انتشر النهاردة ان الاتحاد الدول لكرة القدم فيه ده الفيفا خد اذن من عائلة بيليه عشان يحتفظوا بقدمه في متحف الفيفا الخاص بالاساطير الخبر اللي اصار استغراب كل رواد السوشيال ميديا اللي هجموا الفكرة قالوا يعني اكيد فيه طرق كتيرة جدا ممكن يتم تكريم بيها الراجل افضل من ان هم يقطعوا رجله ان هم يحتفظوا بيها في الملعب او في المتحف الخاص بالفيفا للاساطير وكمان الصورة اظهرت صورة رجل بيليه بعد كده رواد السوشيال ميديا طبعا هجموا الموضوع الموضوع طبعا ظهر ان فيه خطأ فيه فهم الخبر او المصادر الموثقة قالت نفت طبعا الخبر انهم مش هيقطعوا اكيد رجل بيليه من المسؤولين في داخل الاتحاد الدولي اكدت ان الخبر غير صحيح على الاطلاق ترجمة نانسي قنقر